بسم الله الرحمن الرحيم مع كنز العظيم من كنز السنة اللي يعنيه أكثر الناس كنت قلت لحضرتك قبل كده أكثر من طريقة للتحلل من مظالم الناس خاصة الغيبة والنميمة اللي بيقع فيها أكثر الناس أو ربما كل الناس كلنا نخاف من مدار الغيبة والنميمة يوم القيامة سنسأل يوم القيامة عن كل شخص اختبنا أو بهتنا أو ظلمنا أو سببنا أو شخص اختبنا أو لعناه تعطمنا كلكم تعرفوا حديث المفلس يعني هاجي بجبال حسنات وهتأخذ كل الحسنات منه يوم القيامة ثم تطرح مساءات الناس عليه ولقى في النار فكتب الناس خايف وتطرح حضرتك قبل كده أذك كذا اختراح وتطرح لكم للسخفار يعني كتطرح حضرتك كل يوم تقول له الله مخفل أصحاب الحقوق علي الله مخفل كل مسلم أو كل مسلمة من كل مسلم اختبته أو بهدته أو ظلمته أو سببته أو شتمته أو لعنته أو خطفته أو خطته في عرضي وقلت لحضرتك أيضا الدعاء لهم بالفردوس الأعلى يعني يدعي لهم من هما يكونوا الأهل الجنة ومدرجاتك فرازة وقلت لحضرتكم أيضا افتكر أو استحضر كل الناس اللي انت ظلمتهم إلا بقى كان إنسان ظلمك ظلم جديد جدا متدرش أنك دمر حياتك اعتدى على عرضك ده موضوع تاني لكن الحاجات اللي هي المقدورة عليها استحضرها كلها قولي رب اشهدك يا رب أن يعفوت عن فلان وفلان 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 طبعا ممكن لعبد يكون أكرم من رب العبي سبحانه وتعالى زي ما أنت سمحت كل الناس دي ربنا سبحانه وتعالى يعني يسترضي الناس دي عندك يوم الايام خلهم يسمحوك هذه طريقة تانية لأن ربنا حقيقي بيستحي تجعل رب العميد طريقة يستحي منك ويخلي يعني خلي الناس اللي انت ظلمتهم يسمحوك هذه طريقة تانية ممكن تتصدق عليهم بصدقات يعني ممكن تعمل تصدق كل شهر على كل الناس اللي انت ظلمتهم تعرفهم ام تعرفهمش فاكرهم ام انت مش فاكرهم ايضا اطلعت على حديث لقيت في نفس تقريبا الكلام الان انا قلته والحمد لله ان ما قلته قبل الكلام في دروس السابقة وافق صنعة النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم عظيم جدا الحديث رواها الامام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله وعن ابي هريرة عن السيدة عيشة رضال عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اتخذ عندك عهدا لن تخلفني يعني لن تخلفني هوم القيامة فانما انا بشر في رواية من روايات اغضبوا كما يغضبون فايما عبد ازيته سببته لعنته جلدته في رواية تانية قذفته وان رسول عليه الصلاة العمر ما بيقع في القصف فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها من كما القيامة يعني حول اللي ازيته له دي لصلاة هو صلاة او زكاة وزكاة انت بتدعو له وبتالي بتتحلل من فالرسول بقول نفس الكلام انا وقلته تقريبا مع اني اشهد الله ان انا اول مرة طلع في صحر الحديث ده مع انه في صحيح مسلم لكن في بعض الحديث في صحيح مسلم انا اعرفهاش مش هقولكم ان انا ملم بكل صحيح مسلم فالحديث في صحيح مسلم فيه اربعين الف حديث لكن كلامي طلع موافق للعهد اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخده عن نفسه ربما كان بيقول كلام ده كل يوم كما روي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ف يبقى انت تقول الكلام ده اي واحد سببته او شتمته او لعنته او قذفته او ازيته او 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 اجعل له يوم القيامة صلاة وزكاة وقربة تقربه بها من قيام القيامة وبالتالي تتحلل من ف واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده هو معصوم فالبقى ما نعملش فزي من امام حسن بصري قال ان الكفارة الغيبة الاستغفار للمختابين او للاسة اللي انت اختبتهم فهو اكيد استشفى هذا من سلة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث مثلا ف جريت انا هكتبلك الحديث دي فعلت نطبق الكلام ده اللي كان بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم اه بانك انت اي انسان استحضر بقى خلاص ده حديث الكلام ده هتصيب كل الناس اللي انت فاكرهم ومش فاكرهم اي اي ازية انا عملتها يا رب او اسب او شتمة او او قصف او شيء اجعلها للشخص ده صلاة وزكاة وقربة تدخله بها الجنة يا مقيم فاقول الكلام ده مع الاستغفار مع الصدقة اه مع الدعاء لهم وبالتالي تتحلل من اه هذي المظام اه محاكم بكم على حديث دي انسا اخوا هذا الكلام انشونا اشهد العمل في طواب الراضي اقولوا قولي هذا استغفر الله اليوم اشتركوا في القناة